بانكيك الخضر بانكيك القرع الاحمر بثلاث مكونات بانكيك السبانخ بثلاث مكونات بانكيك البطاطس بثلاث مكونات بقوا معي حتى الاخير بشوفوا طريقة تحضير وكذلك المقادر ومرحبا بكم معي كاملين على مطبخ الزيت والاخضر معكم هند اول حاجة نبدأ بالبانكيك ديال القرع الاحمر اول حاجة غدين ناخد لاغورج ديالي غدين نسلقها وانطحنها وفتحها الكهربائي غدين نحتاج للشوفان وغنحتاج للماء هنا الشوفان بستعمله بدون غلوتن ممكن تستعمله او لديرو في بلاستو اي نوع من الدقيق غدين نتحنه غنطحن حبيبات الشوفان باش نحصل على الدقيق ديالي وغدين ناخد جميع المقادير غنخلطها في ايناء غناخد القرع الاحمر او لاغورج اللي تحنتها من قبل غنضيف عليها دقيق الشوفان وغدا نضيف الماء هدو هدو هم ثلاث مكونات الاساسية فقط نضيف البانكيك بقية المقادير بزعمة مناسمات غدين نضيف القرفة غدين نضيف شوية سكين جبير او زنجبيل وغدين نضيف البكاربونات سودا وربع معلقة ما بقيتش نضيف باكن باودر لانها كتوفر على الجلوتن فما بقيش نضيفها فقط البكاربونات سودا غدين نضيف الماء نضيف تدريجا تقريبا مية وخمسين مليليلتر من الماء مع العلم ان لاغورج تحنتها مع شوية الماء دائما نضيفه بالتدريج نضيفه بالتدريج نضيفه بالتدريج نضيفه بالتدريج نضيفه بالتدريج لون الماء برتقالي لانه فقط شلت الخلط الكهربائي في انتحنت القرعة الحمرة و اضيفه الماء لنضيع هذا الشيء اللي بقى لاسق في الخلط الكهربائي و اجمعت به العجين و خاص القوام يكون بحلها كما تشوفوه كل الماء 150 مليلتر كما قدت لكم و اضيفه و اضيفه و اضيفه ناخد مقلات هذا البانكيك للقرعة الحمرة ناخد مقلات دائما مقلات و دائما ملأ احسن وخة نقوم بحلها لا يزيد أضيفه و اضيفه و اضيفه وتضيفه و اضيفه احسن طريقة لتأكل المكلة الخضر القرعة الحمراء السباني البطاطا سوف نحضر المكونات سوف نحضر المكونات سوف نحضر المكونات سوف نحضر المكونات سبانيخ فالسبانيخ سوف نحضر المكونات فقط على الان مركز سبانيخ 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 استعملت واحد نصف حبة الموز استعملت 100 جرام السبانخ 100 جرام شوفان مطحون 150 ملي لتر من الماء نضيفها على الدقيق نضيف السوائل بيكاربونات افصودة 4 معلقة نضيف 3 مكونات نضيف السبانخ كمية 100 جرام 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 الوصفه الاخيره بالبانكيك بلا باتات دوس رغم انها حلوه في الماداق لا تتبغيش الماداق دياله وكتفضل البطاطا الاخرى العادية فمنينت نديرها بهالطريقة ديالبانكيك ما تتعرفهش اشنو فيها وكتجي لديدة كدلك ومغدية هاد الوصفات الكبار والصغار فهما صحيين ضروري من تناولوهم على طيلة الاسبوع بنسبة اللاقوغج تهيه خصوصا للنساء خاصهم يتناولوها كتير لانها مزيانة وغزوية نحتى البشرة ديال المرأة فحاولوا تكتروا من اللاقوغج بزاف القرعه القرعه الاحمر او القرعه الحمراء تاكلوها على طيلة الاسبوع وعلى شكل عصير بانكيك هادو كاملين كي خليكم تناولوها بشكل بشكل يعني متنوع ومات ميجيكمش من هالمالال كي ما ممكن تناولوها حتى خضره شفتو معيش حالهما وصفه ساهلين بمكونات بسيطه ودائما كنحاول نبسط المقادير فاي وصفه كنشوفها فيها بزاف ديال مقادير سراحه كتن تجيني طوي لو كننعجز اني نحضرها و لكني تتكون بمكونات بسيطه وتنحاول دائما بسطل وصفه ديالي كنزعمو نسوبوهم ونديروهم دونك من نسبه الوصفه الاخيره ديال البانكيك بلا باتات دوس فانا احتفت بنفس الوصفه غادي ناخد واحد جوج حباس ديال الباتاتيس حلوه كما شفتم عايحنا عدنا اللون ديال عا كبرتقالي دونك انا ما عبرتشونش ولكن بهاد القياس خدي جوج حباس ديال الباتاتيس لكانز عندكم باتات حلوه كبيره خدو حبة وحده ديال الباتاتيس او لا عبروهم دونك خدو فقط ميات جرام ديال البتاتات حلوه نضيف عليهم اه 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 انا شو شوية ديال الماء باش غادي انتحنهم ومن بعد غادي انضيف بقية المكونات اللي هي الدقيق الشوفان اللي تحنته من قبل ودائما كنت سعمل الشوفان لما فيش غلوتن والماء بتطبحته هو اللي غادي نضيفه ماكينش البيض ماكينش الحليب ممكن تعاوضوا الحليب بالماء ممكن الى بغيتوا تديروا الحليب بالماء يمكن التحنتenne البتاتات دوس بعدما احاطتها التحنت leva 20 شوية الماء القرفة نضيف دقيق الشوفان ونضيف دائما في الماء تدريجيا 150 ميليليلتر تضيفه بالتدريج بالماء لتحسلوا على الهواء لا تجيكم مرخوفة بزاف و تقيلة بزاف بما على العلم ان الشوفان قدمه بقى قدمه كيشرب ستلاحظوها حتى انه في الاول نيتا تطيبه في البانكيك في المرة اللوله ستلقى ذاك الخليط ستيعقاد فممكن تشوفوه تقليكم و ممكن تضيفوه شوية الماء و ثاني باش تحصلوا على ذاك القوام اللي حصلتوا عليه في الاول دونك الشوفان الماء بتتحلوه الشوفان الماء السبانخ والشوفان والماء والقرعة الحمراء هادو هما البلاسات المكونات الاساسية بكاربونات سودا كنضيفهم فقط باش يزيدوا يخفو لنا العجين بصراحة ممكن تستغنوا عليهم و لا تدروهمش وبالنسبة المناسمات فكيبقى على حسب الضوغ هنا كذلك نستمتغير بالقرفة كان ممكن ضيف الزنجبيل كان ممكن نزيد القرنفل هادو كل هم ماداقات اللي كتوتو مع بعدياتهم و كيجيوا لداد بصفات كل هم هادو خريفية سخان خصوصا بالمقادير اللي استعملنا و لحتى المناسمات القرفة سكينجبير هادو كل هم مقادير اللي تتسخنكم في هادو الجو اللي تيكون بارد قد ينطيبهم دائما بنفس الطريقة كان دهن المقلا ديالي بشوية زيت الكوكو كان نسخنها من قبل كان نقلب البانكيك ديالي و كان نغطيها دائما بالغطاء من الفوق و هادو هما البانكيك ديالنا بثلاثة ديال الماداقات سبانيخ و القرع الحمراء و كذلك بالبطاطا الحلوة بنسبة الماداقات واش كيكون ماداق القرعاء او للسبانيخ الماداق تيكون نوتر تماما نحسو بماداق القرفة او للمنسمات الانتو مبغيتو تضيفوهم لفاني كيجي الماداق ديالهم بالطبع كيما قلت لكم دائما مبغيتوش تحلو بالعسل اولا بالمابل سيرو فممكن اضافة التمر مع الخليط ديال البانكيك باش يجيكم حلوين من الاول و ما تحتاجوش تضيفو العسل في الاخير او لا اي نوع من سيرو في الاخير كاتمنى هاد الوصفات بثلاثة ديال البانكيك بالخضر عجبوكم و غادي نجربوهم ان شاء الله الى جربتوا اي وصفة بعتوها ليا يعني درتوا تطبيق اي وصفة من هاد الوصفات بعتوها ليا على صفحتي الى الانستغرام او لعلى الفيسبوك انا دائما تنجوبكم و ما تنسوش دعم القناة و تخليوا لي لايك تلقوا فيديوهات اخرى ان شاء الله خليتكم على خير تهالله و صححتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة